أوضح الدكتور أحمد عشور منصق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحيرة في لقاء خاص مع تلفزيون مصري أنه تم الانتهاء من تطوير ستة مراكز في المحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار عشور إلى أن مجمع الخدمات يشمل معظم الخدمات ويوفر الخدمة بشكل مميكان للمواطنين محافظة البحيرة كان عندنا ستة مراكز كمرحلة أولى تم تطوير عدد كبير جدا من القرى والتوابع كنموذج من هذه القرى قرية الأبعادية النهاردة بنتكلم في مجمع خدمات مواطنين تطوير الخدمات التي كانت تقدمها الوحدات المحلية سابقا بالشكل النمط التقليدي أصبح الآن تقدم الخدمة بشكل مميكان بشكل هيكلي بسيستم كل حاجة إلى قدر كبير جدا منظمة متغفر معظم الخدمات زي السجل المدني زي مكتب الصحة زي الشهر العقاري زي كل الخدمات اللي ممكن كان أي مواطن بيحتاج أنه يسافر وينتقل لمسافة أخرى عشان يقدر يحصل عليه حقيقة يعني زي ما شفنا من شوية برد حركتها فضلت بطرح الكلام عن القطاع الصحي والمركز الطب الأسرة وكذلك الوحدة الصحية ومركز الشباب والقطاع التعليم حقيقة يعني شفنا في الست مراكز وده يعني مش كلامنا ممكن المواطنين لو حضراتكم نزلتوا وتفاعلتوا وسألتوا الناس هتلاقوا فعلا فرق كبير جدا جدا بين انطباع الناس قبل كده وانطباعهم بعد ما شافوا وعاشوا أثر التنمية الحقيقة على الأرض